الامريكي المروع بحق المدنيين اليمنيين نفذ الجيش واللجان الشعبية اليمنية قصفاً مدفعياً وصاروخياً على تجمعات المرتزقة في عدة مناطق مصدر عسكري يمني أكد أن أربعة من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم بمنطقتين الجحملية وجرة في تعز لافتاً إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة في يختل شمال المخى ما أدى إلى تدمير آلية وسقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوفهم وبالتزامن مع ذلك استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات لجنود النظام السعودي في نجران وأوقعوا عدداً من القتلى والمصابين في صفوفهم من جانب آخر وصل طيران النظام السعودي ومرتزقته عدوانهم على الشعب اليمني وقصف الأسواق والطرق والمنشآت العامة فيما استشهد طفل جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على منزل في حي صفتل بمدينة تعز النظام السعودي وحلفائه يشنون منذ نحو ثلاثة أعوام عدواناً على اليمن يستخدمون خلاله أسلحة محرمة دولياً ما خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحة وتدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية في اليمن وسط تعامل مجتمع الدولي عن جرائم العدوان السعودي الأمريكي